الأول خليني أبدأ مع حضرتك بشكل عام المنتخب أو كيف رأيت كاس العالم قبل ما انتخذ كلام عن المنتخب المغربي لأنه هو الترند دلوقتي اللي احنا كلنا نتكلم عن المنتخب المغربي لكن بشكل عام يا كابتن وانت عايب تتفرج على كاس العالم السنة دي هل حضرتك مستمتع بكل مش كل المباراة ولكن بشكل عام أنا مش مستمتع بس يا كابتن الإسلام أنا دي حالة يعني الحاجة الوحيدة اللي بتجمعنا في مصر رمضان رمضان وكاس العالم كاس العالم بالتجمع بطريقة غير طبيعية يعني أنا وصريتي بالتجمع ننتمتع بكاس العالم بكل حاجة بكل حاجة بش مباراة وتنظيم وتصوير وأداء كل حاجة جميلة جدا أنا سعيد جدا بأن كاس العالم ده يعني بجد أنا كواحد يعني مصري طبعا وكدول عربية اللي احنا نقدر ننظم هذا المنديال بالصورة الجميلة المبهرة صحيح حاجة عالفك أنا ما بعتبرش خطر خرجت من الأدوار التمديدية خطر وصلت للنهاء كاس العالم باللي عملته في التنظيم في التنظيم أوكي خطر وصلت للنهاء كاس العالم باللي عملته وأبهرت العالم كله باللي بيحصل فيه الكل كان متوقع أن يكون هناك مثلا مشكلة في المرور لا يعني عندنا صحفين كتير هناك وأصدقاء كتيرين مش من أي حاجة يعني من العالم كله ودول عالغربية خلي بالك برضو ما برضو فيه جاية وحاسة اللي فيه حاجة نقصة وفيه ايه خطر اللي هتنظم لا خطر أبهرت العالم حقيقي بتنظيم المنديال بس فكاس العالم يعني مش عايز أقول لك يعني مطشوات الدور اللي بتنظيم في النص دي بمفوط مش دلوقتي خالصة يعنيك بتقعد ايه تم يعني عارف اللي هو بشوتاه خالص بصراح كابتن بس برضو معلش احنا كنا دائما متعودين في كاس العالم في كل كاس عالم يطلع لك طريقة لعبة جديدة يطلع لك بعض اللاعبين اللي من الممكن ان هم يكونوا مستقبل كرة القدم في العالم كله هل السنادق يعني هم هم نفس اللعيب بتكلم عن ميسي بتكلم عن رونالدو بتكلم عن فكيه هذا المنديال هي نهاية اللعيبة التلند اللي هم كريستيانو ومارادونا واس واس وميسي تمام اللي جاي كاس العالم اللي جاي هناك لعبين موهوبين على مستوى عالي جدا 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 حيبوا في المنديال الجاي 26 اه حيبوا بدليل ان متوسط العمار نزل في معظم الفرق فحيح متوسط العمار نزل انت بتكلم في لعيبة 18 سنة في اسبانيا وفي المغرب وفي المانيا وفي امريكا وفي امريكا كل دول عندهم لعيبة طب بتلعب 18 سنة اللي 4 سنين دول انا في التقديل الشخصي وفي لعيبة عدة 18 سنة دول في لعيبة على مستوى عالي بس احنا بنتكلم على ميسو كريسيان وان الناس دي بقالها 16 سنة متعت جماهرها بكرة الخضر فحيح تمام فالنهاردة المنديال ده شكرا هؤلاء اللي عابين بس وبنبتدر رحب بين مواهب اللي واحد شافها شفت يعني اه شفت طبعا شفت شفت مواهب انا في تقديل الشخصي اللي هتبقى مع المتوسط العمار الصغيرة لا هتفرق المنديال اللي جاي لكن برضه كابتن فنيا بعض الخطط كنا بنشوفها ان مثلا مثلا 3-4-3 تمت او يعني بانت قوي في كاس العلم اللي فاتت اللي هي 18 قبلها كانت مثلا 4-4-2 السنة دي حاسس ان هي هي نفس طرق اللعب ما فيش حاجة جديدة ظهرت ولا انا تياق لي لا فيه بالشرط طريقة لعب كابتن السلام في الاخر كرة الخدم 11-11 صح ازاي انت بال11 العب اللي معاك تقدر تدافع كواس او تقدر تجيب جون هيا مساميات مش لانا في تقديري دي مساميات طرق اللعب وهو الحاجات دي مساميات النارده لو تلاحظ فيه الجديد فيه كاس العلم ده الضغط الغير طبيعي ايوه الضغط الغير طبيعي الارتداد لنص الملعب في حالة فخدان الكورة والتمركز وراء بحيس انت تقفل مساحات على الخصم تمام كل الحاجات دي واضحة جدا جدا الحاجة بقى الواضحة اوي 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 هو التفنن او التفنين فيه الضربات الثابلة اوكي ضربات السابلة تكتك عالي جدا تكتك عالي جدا 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 كل الفرق النهاردة بتحاول لها تفنن فيه تتركب في ضربة جازائز هو من جنب اليمين من جنب الشمال الكورنر كون cualidi يا خلق للكورنر بقى عادل العالي اللي هو العادي الجوني واشتع unintention ولا قوت العالي لا النهاردة الفولات اللي في الجنب اليمين الرئيبة والبعيدة او في جنب الشمال الرئيبة والبعيدة فيها تاكتك وكان اخيرها خلي بالك لو تلاحظ البرازيط حاول تعمل الفاول اللي احنا عملناه في الوكينة فاسل 98 صحيح اللي هي بتاعة الطريق مصطفى ايوة اه 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 فنشت الدربات السابتة باهولندا بالجون التاني الفاول اللي هو كله باصص اللي هي تتعامل كده وراح راجل لعبها في توقيت قاتل تمام فانا انا شايف ان الكاس اللي عالم حلوته في اه التاكتك بتاع المدربين وتنفيذ اللاعبين في النواحة الدفاعية والهجومية وهذه هي كرة الخدم تمام ولكن برضو يا كابتن هكمل معاك في النقاط الفنية لانه هل بالفعل شوفنا مثلا ان فرنسا اصبحت بتلعب على زي ما حضرك بتقول كده ان هي ترجع لنص ما لعبها تعمل الضغط الشديد جدا ده ما نجحش تمجرج على نص ما لعبها وقف عن نص ما لعبها وبعدين يلعب على الهجمة المرتدة فرنسا وصلت الى الدور قبل النهائي هنا بقى المفهوم عشان فيه ناس بتفهم من الهجمة المرتدة ده انا بدافع بالزبط لا انا بدافعش انا عندي امكانيات لعيبة اللي انا قدر اتنقل من الناحة الدفاعية الهجومية في اسرع وقتا هو ده اللي احنا عايزين نشرحه للناس بقى يا كابتن نبي عشان دي لانه خلي بالك خد بال حضرتك الاربع منتخبات اللي وصلوا قبل النهائي كلهم كده بما فيهم الارجنتين ايوه يعني المغرب كده طبعا طريقة لعبة واضحة للمغرب بالنسبة لفرنسا هو بيلعب كده ليه بيلعب كده علشان عنده سرعات دي اللي هو يقدر ياخد لك بكورة يدقلك بكل كورة ميسي في سنه ده النهاردة من اصل علمة العالم اللي بيجي بكورة صحيح فنهاردة لما دافع كويس وانقل من الناحة الدفاعية الناحة الهجومية ده تكتك عالي جدا وما اقدرش ينفيزه غير الفرق الفتنسا عالي جدا ما ليه الناس بتروح دايما ان احنا بندافع ليه الناس بتروح دايما لكده انت بتدافع بس بهذه الطريقة وانطرعب على الهجم المرتد لا بالعكس انا 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 كورة اخد عبارة انها كابتون اسلام ان انا ما خليش فرق الجيف يا جون في نفس الوقت اللي انا اقدر استغل الفرصة اللي انا اقدر اعطع كورة واقدر اجيب جون دي امكانات لعيبة اللي هي بقى عندي سرعات في الجنب اليمين او جنب الشمال او في نص الملعب لا ما اقدر انقل الهجمة سريعة فده تكتك عالي جدا تكتك عالي يعني انت لما يكون عندك واحد زي امبابي ناحية الشمال ودمبلي ناحية اليمين وجيرو قدام جيرو مثلا ابطاقهم ولكن هم رأس حربة لكن الاتنين اللي عالجناب دول يا كابتن ده وحوش وخلي بالك لما بتنقل لاحظ انت كده عشان الناس كلها دايما بتبص على الرجل اللي معاك كورة لما بتلاقي الناس دي استلمتوا الكورة وسحبت الفرقة انت تبص على اخر واحد تلاقيها في نص الملعب بتلاويش في الثمانتاشر صح بيقرب بجموعة واحدة بجموعة واحدة متمرنة ازاي لما قطع الكورة من اول الرجل بسنم الكورة سبرينت اللي قدام والناس اللي ورا تمام لكن هي طبعا بتحتاج الى فتنس عالي جدا الى تنفيذ وتركيز عالي جدا من اللاعبين فتنس عالي ولا بيبقى اقل لياقة بدنية لانه انا برجع نص ملعابي وبقف لا بالعكس ما هو يخلي بالك انا بقفش انا بقفش سين دقيقة كبتنسان انا ببهاجم مش انا باخد الكورة وهاجم طب الكورة اتقطعت كل الكورة راح اجيبها جول الكورة اتقطعت الكورة اتقطعت مني ايه اللي بيحصل ان انا ازاي ارتد في اسرع وقت لنص الملعب ما دي كلاز بالانتهت طبعا عشان اقدر اقت ماركز تاني واضغط ورائب والحاجات دي كلها